كيف يحكم السودان حتى يخفز الناس من من يحكم السودان إلا كيف يحكم السودان وتتحدث أنك تستسني تنظيما سياسيا قط النظر عن اختلافك أو رغبتك في أن يكون جزء من ذلك أو لا يعني المؤتمر الوطني الذي في حين أنه حين وكل في السلطة شارك الجميع يعني لا يوجد شخص الآن ولا يوجد تنظيم سياسي في السودان الآن لم يكن جزءا من هذه الكيكة التي كانت يقسمها المؤتمر الوطني طوال فترة حكم كيف تؤسس إلى هذه الدولة باستثناء حزب وتيار ربما يعرقل ويصنع لك اضطرابا سياسيا لاحقا شوف هناك خلط في الأقوال وفي المفاهيم ربما يكون مقصود نعم وهو خلط مضرء لم يوضح لما يكفي طيب لا القوى السياسية الحاكمة الآن ولا المؤتمر الوطني لديهم الرغبة في أن يكون المؤتمر الوطني جزءا من ترتيبات الحكم في الفترة الانتقالية طيب يعني لا في المجلس التشريع الذي يمكن أن يقام ولا في الحكومة ولا في المنصف التنفيذية لكن وكما تفضلت بالقول جزء من مهام الفترة الانتقالية هو التأسيس لمستقبل السودان فأنت إذا تريد أن تؤسس إلى مستقبل السودان لا ينبغى أن تستسني أي أحد في السودان ما لم يعلن هو أنه غير راقب في أن يشارك في مستقبل السودان والمطور الوطني لم يعلن ذلك ولن يعلن ذلك وهو بالطبيعة كقوة سياسية موجودة في الساحة يريد أن يكون له صوت مسموح في القضايا المتعلقة بمستقبل السودان إذن حينما نأتي الحديث عن الانتخابات وعن غنون الانتخابات وعن الدستور وعن كيف يحكم السودان في كل هذا لا ينبغي أن يستسنى أي طرف وينبغي هذه الفاصلة أو الجملة التي أصبحت مضغة كما يقال في ألسنة المتحدثين أن تذهب هذا إذا أردنا أن نؤسس إلى سلام واستقرار في السودان أما إذا أردنا أن نبقي احتقانا سياسيا ونهمش بقوة السلطة قوة في حجم المتمر الوطني فنحن إنما نريد في حقيقة الأمر أن نربك المشهد وأن نسوق البلد تجاه مصير مجهول لا شك في ذلك